قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْذِمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده أخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية سنواصل دائما حديث الجمعة هي ليست بخضبة جمعة إنما حديث الجمعة لأن المساجد الآن مغلقة بسبب جائحة الكورونا الآن المساجد مغلقة ولكن لنا حديث كل يوم جمعة يوجه إلى المسلمين موضوعنا اليوم سيكون حول سؤال وهذا السؤال يعني كثورة طرحه وهو قول بعض الناس كيف نوفق بين قوله تعالى في سورة يونس الآية 49 إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني نفهم من هذه الآية أن الأجل إذا جاء فلا يؤخر الأجل إذا جاء لا يؤخر ولا يستقدم ولا يؤخر لا يأتي قبل وقته ولا بعده ولا يمتد إلى بعد وقته يعني هذا أجل محدد محدد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نفهم من ذلك أن الأجل ثابت لا يزيد ولا ينقص يعني هكذا نفهم نعم من الآية وبين الأحاديث الدال على أن هناك بعض الأعمال إذا قام بها العبد تزيد في أجله يعني هناك أحاديث تدل على أن هناك بعض الأعمال من قام بها يزاد في أجله والآية تقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني لا ينقص الأجل ولا يزيد يعني في وقته في وقته الذي قدر والأحاديث صحيحة تدل على أن هناك أعمال من قام بها تزيد في العمر من هذه الأعمال الصدقة توسع في الرزق وتزيد في الأجل الصدقة وأيضا ورد صلة الرحم أيضا صلة الرحم تزيد في العمر وأيضا ورد في الحديث بر الوالدين أيضا يزيد في الأجل وأيضا ورد في الحديث حسن الجوار أن تكون جارا حسن أن تحسن إلى جار حسن الجوار أيضا يزيد إذا هناك أعمال إذا عملها العبد تزيد في أجله في عمره فمن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقصط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني أن يمد له في أجله فليصل رحمه إذا نفهم من الحديث أن صلة الرحم يعني السبب في زيادة الأجل أو زيادة العمر والآية تقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقنمون يعني الجمع بين هذه الأحاديث وهناك حديث آخر يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة يعني الذي أعطاه الله أعطاه حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق أيضا أضف إليها حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديارة ويزيدان في الأعمار رأينا الآن فيه صدقة صلة الرحم بر الوالدين وفيه حسن الخلق وفيه حسن الجوار يعني هنا صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديارة ويزيدان في الأعمار أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصحاحه الشيخ الألباني في الصحيحة يعني أنظر السلسلة الصحيحة رقم خمسمائة وتزعتاشر تسعة عشر خمسمائة وتسعة عشر يعني صحاحه الألباني إذن السؤال هو كيف يمكن الجمع بين هذه بين الآية أو الآيات التي جاءت في هذا السياق وبين الأحاديث النبوية الصحيحة إذن هذه هي النقطة الآن الآية تبين أن الأجل لا يزيد ولا ينقص والأحاديث تدل على أن هناك أعمالا من قام بها تزيد في عمره وتمد في أجله وهذه الأعمال منها الصدقة وصيلة الرحم وبر الوالدين وحسن الخلق وحسن الجوار يعني مجموعة من الأعمال التي تزيد في الأجل إذن سنقائف يجمع بينهم إنشاء الله سنجيب عنهم في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى الآية en français il y a certains qui ont posé des questions ils ont dit déjà il y a un verset qui dit إذن جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقديمون dans la سورة Younis verset 49 c'est la traduction du sens كَنْ لَرْ تَرْ 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 ت لن أراد ازاليم هن نستطيع التى الإشرفة أكد لا نستطيع التى إعادة نسية كند لنا ت后ي لا تريد عشاني أو الموقع سيدي أو الإيشانة للمتدروني كن أسنع كن أسنع كن أكمل درجة فتح هذا الذي نفهم. الآن نتعرف بحديث مجموعة المحادثة مجموعة حديثة مجموعة ومسلمية مجموعة بخاري مجموعة حديثة المتفاق ناله يسمى يحدث يثبون أن هناك بعض الأصدقات إذا كان يشربون من المعرفة كما يسمى ، إذا كان يسمى اللهم سبحانه وتعالى وهي تتهى فيها الموضوع ثلاثتهم نتوفق أن الموضوع الموضوع يمكن أن تكون تهيئًا سالك تقول عندما تع Lead يمكن لا يرسلوه لا يرسلوه لا يرسلوه من المساعدة لا يرسلوه لا يرسلوه من المساعدة يتحدث هناك بعض الأجاب إذا من هؤلاء الأجابة يتحدث عندما يتحدث في سبيل الله هذا يساعد مع القيارة تلك والدلائي دولي الأجابة المعذرة المعذرة هناك أيضًا مع بعض deeply المحروس على الوحول الذين سؤالة الحفسة على صفة 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 وفقة المتحدة نفسه القهوة التي تكون لحظة يأني وضع الحديد يأني وضع بالتالي القهوة الحفسة على الوحول الذين سؤالة أو بيه ، اتخطى الوحول الذين كثمن ثم يترقى أيهاب المق merchant فمن الزوري أيهاب لارغة لبنى لبي لبنى المقلل يترقى اترقى المقلل 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 يترقى الزوري على النية ص after أصدقى انهؤلتم يستح و سيء يدى أنه سيء تدريه سيء يدى يطلقه فالآن من هذه المحادث يوجد الذي يوجد من الدكتور بخاري ومسلم الذي يوجد من أنسي ون أوسلي وِذلك الذي يجب أن يحب أن يضل الوحيد سبقين، أيديا، سبقين أكمال الشيء الذي diverجي η ذي chama حقيقة عملتهم. الذي ي breach الله democraticه والائهم انكيف كانه porque كان أو فقد كن ويقوم بشكل صحيح هذا يجب أن تشعر حياة هناك أي حديث يقوم بإمام أحمد الموسنات ويقوم بإمام أحمد الموسنات ايشا قال الله الغراء ات kat 그 اللهم قال اقول اللهم يدعه سَعبارت سَعَبارت السجان سَعَبارت 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 فهي سأخبرين على أن يكون طويلًا فهي سأخبرين وها بوصول أتدعي فهي سأخبرينه لذلك نعطيه سأخبرينه لذلك أخبرينه في هذا المناطق فهي سأخبرينه لذلك نعطيه فقيلم لديه وطنقر مدتعهف النبيجيات وطنقره ce significa بشره فإنما لديه أخير وصحبك أن يكون سع having شدت سنقول الله سبحانه تعالى أن يكون سعاوه لديه الكمر مدتعه فيها وطنقره ولديه فريقا فريقا助 لديه فريقا Et il a dit aussi, le respect des liens de parenté et le bon comportement, d'abord, le respect des liens de parenté et le bon comportement et le bon voisinage repare les deux mères. Repare le deux mères. C'est quelque chose qui développe le deux mères, qui développe le pays, qui répare le deux mères. Les liens de parenté, le bon comportement et le bon voisinage reparent le deux mères. Le deux mères va être animé, va être développé, va être réparé et la bénédiction d'Allah descend dans ce deux mères et augmente et allonge la vie. Les délais de la vie aussi. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que parmi les choses qui allongent, on peut ajouter le bon comportement et le bon voisinage aussi, plus le respect des liens de parenté, la sadaqa et même le bon comportement envers le parent. Donc ça c'est un hadith authentique. Maintenant le premier. Le verset qui montre que quand leurs termes arrivent, ils ne peuvent ni les retarder d'une heure ni l'avancer. Donc on ne peut pas retarder ni avancer. Et les hadith authentiques qui nous montrent qu'il y a certains actes qui peuvent allonger les délais de la vie. Donc comment maintenant on va comprendre le texte ? donc les remarques, nous allons remettre d'un message avant de l'arrivée. Maintenant, nous sommes amés améliques. Donc si on a éjauté ne me dit pas pas à sauvage ou ne pas à la réienza. On va mettre à l'éjauté au moment de l'éjauté. Et ça s'est donné, on va mettre à l'éjauté pour le temps. On va mettre à l'éjauté pour le temps. On va mettre à l'éjauté. On va mettre à l'éjauté. Donc, on va mettre à l'éjauté. L'éjauté car, on va avoir un éjauté. بها تزيد في الأجل منها صلة الرحم الصدقة بر الوالدين حسن الخلق وحسن الجوار وهكذا فكيف نجمع الآن بين الآية والأحاديث النبوية أولا يجب أن نعلم أنه لا تعارض بين نصين صحيحين لا تعارض بين آية قرآنية وبين حديث صحيح ثبتت صحته لماذا لأنهما يأتيان من مشكات واحدة إذن فلا تعارض أبدا بين النصوص الصحيحة إن وجدنا تعارضا حقيقيا إما الحديث أن يكون موضوعا أو أن يكون ضعيفا أو شيء أما الصحيح فلا تعارض بين نصين الصحيحة حديث كان آية كانت أم حديث لا تعارض لماذا لأنها من مشكات واحدة وأن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحكم يضع كل شيء في موضعه ولا خطأ لا يقول إلا صوابا ولا يفعل إلا صوابا إلا كيف نجمع بين الاثنين للعلماء في الجمع بين هذه النصوص يعني أغلبية العلماء للجمع بين هذه النصوص لهم قولان هذا باختصار هناك قوال أخرى ولكن باختصار ممكن نختصر تلك في نختصر الجمع في قولين ذهب بعض العلماء وهم الأكثر على أن الزيادة حقيقية حقيقية يعني يزاد يزاد كان ستين فصار ثمانين هكذا يعني قالوا حقيقية إذن كيف نفهم الآية إذا كانت الزيادة حقيقية لدى أولي العلماء إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كيف الزيادة قالوا حقيقية وهذا ما ذهب إليه عدد من العلماء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن الزيادة على حقيقتها يعني حقيقة يزاد يزاد كان مكتوب يعيش ثمانين سيعيش مئة الزيادة زيادة هي زيادة حقيقة يعني لا نؤولها هذا ما قاله الحافظ ابن حجر إن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر بالنسبة لعلم الملك الزيادة هي زيادة حقيقية إذن والآية تقول لا يزيد ولا ينقص قال أما الذي دلت عليه الآية فهو بالنسبة إلى علم الله تعالى كأن يقال كما سأل الله سبحانه وتعالى يقول للملك مثلا إن عمر فلان مئة سنة مثلا إن وصل رحمه وستون إن قطعه يعني يعطى للملك عمره عمره إذا وصل رحمه فإلى مئة وإن قطعها فإلى ستين فالملك لديه خياران يلاحظ ولكن لا يدري الملك مسبقا أي العمرين سيقضيهم الإنسان ولكن في علم الله وهذا علم الله وعند الله الله يعلم أي الأجلين سيبلغهم العبد وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع مثلا فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر لأن الله يعلم مسبقا يقول للملك مثلا إذا وصل رحمه فمئة وإذا قطعها فستون فبالنسبة للملك واحد من الاسنين يلاحظ إن وصلها فمئة وإن قطعها فستون ولكن الله يعلم مسبقا ماذا سيعمل العبد هل هي ستون أو مئة يعني عند الملك بين اثنين سأرى أيهما الملك ينتظر ليرى أما عند الله فهو غلط علم يقين هو يعرف إما ستين بأنه قاطع رحم أو مئة هذا علمه الله سبحانه لذلك العلم الذي عند الله فهو ثابت لا يتغير أبدا ولا يزيد ساعة ولا ينقص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذن هذا علم الله سبحانه وتعالى أما علم الملك الذي يعطاه الله فهو مثل يعطيه يقول له إذا وصل رحمه فمئة وإذا قطع فستون فقبل أن يعمل العبد الملك لا يدري أي الأجلين سيكون فهو مثلا يضع الستين على الأقل فعندما يريد أن يقبض في الستين لا إنه وصل رحمه فيزاد أربعين مرة أخرى فيكون زيادة بالنسبة لعلم الملك أما بالنسبة لعلم الله فلا زيادة لأن الله يعلم مسبقا أنه سيعيش مئة وأنه سيصل رحمها إذا الآية تتحدث عن علم الله وليس علم الملك فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا الإشارة إلى العمرين عمر إذا وصل الرحم وعمر إذا قطعه فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى لا ينقو الساعة ولا يزيد الساعة أما هذا نتكلم في عمر الملك الذي يعطى عمران إن وصل رحمه فكذا يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في سورة الرعد الثالث 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 إذا هذا هو المعنى الأول الثالث الثالث pour les savants comme je vous ai dit les versets dit quand leurs term arrive il نتكلم لا تنبغي أيضًا لحجوة والقادرة هذا يعني أنه يحصل على حجوة لا تنبغي أيضًا لا تنبغي هذا هو الهدفة الإنتراء التي تشكري في بعض الأقتر هذا يضع المنزل حتى الضوء مثل المسادة البعض يهمي على الهاتف يحبن على الوصف يحبن على البيعاتف وال faux قضيح والعادث فيها والدجاء فيها كما نستطيع أن نفهم ؟ يجب عليك أن thereعوني أن هناك من التقالد عاماتي لغلاقات بين إذارة رباً يجب عليك أن تسأل أجل من العمل لكن إنه لغلاقاتي أي فرساء الغد يجب عليك أن هناك لا يستطيع الت Institute لأنهم أصول الاتحيل الله Zb. مننا سنوات 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 النوم سنوات سنوات النوات مسألة سنوات مرجع بشكل سنوات الله سنوات السنوات سنوات تقول كل ما يقوله والكل ما يفعله ، بالحق لن يشترك لنا فيه من الاستقرد واللدن هى حقه didn't they know that there is no contradiction between authentic text if you see the Hadith is contradictoire with a verse we can't do this to Arai can't interpret it you have to know why the Hadith is weak or it's a منصول على البيت محمد صلى الله عليه وسلم ولكن في التقليد في التقليد لا يوجد التقليد لا يوجد التقليد التقليد لذلك لا يوجد التقليد لأنه يوجد التقليد يقولون أنه يتحدث في بعض الأمر عندما يفعلون أن يكون سعيدًا سيكون في عمره وـ الأمر يريدون أنفسهم لا يرهزون لديهم ايضاً لا يسرع نسكن لديهم كما؟ چه آمون على تفنيه الشيخ؟ التعقصي المصنعين لديهم سواء دي قبل يوجد اكبر 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 ايضاً بعض من تعيش أيضا إن صنتية على كل كلها ة الله من ذلك أنهم لديهم تجدع ان نتلقية لي persist علينا اقاريا فهذا هي حياما اربطات محطة عندما نعتقد 60 ام وعندما نعطف 40 ام وقالهم سوف نعتاد يجب أن يمكنني أن لا تستطيع العمل لسهولة هو نحن نعطف رائل عندما نحن نتفع من فضل بأن نفهم يجب أن نعطف رائد يجب أن يفهم من التفادي عندما أحدهم يقولون يوجد الكثير من رائع لديه أيضاً الإمام النووي رحمه الله يوجد قائلًا كما؟ لحافظ بن حجر فقال لديه 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 محقل لديه واقعلاً لديه لديه ما يكون في ذهبه ما هو أنه العمل من الكلام بله من قيمة سنة لعبتها وما يت bleها سنة لعبتها من قيمة بإضافة او من سنة لعبتها فهلا يمتعي سنة لعبتها هل يتسامل لعبتها و SAM سهتمك أن أخبرك يتعامل وله الأن محل يتعامل 5 دقائم لفياة لفياة عندما يتعامل ومع ومع فدامة عندما يتعامل أكبر ومع أشخاص يتعامل لكن لست 조금 من الأن لكن الإخامل في علمه يتعامل إلى إبقى لا يتعامل عن الذي سيعود إعادل لكن قبل أن يكون مليم وقد ينظم المعارضة ويتم الآن ينظر من خالف الوظائق اهل العام لأنه لا يستطيع العدد من خالف الوظائق علينا أن يعددون من خالف الوظائق بعد أن يكون على خالف الوظائق ويجب أن ينظرون عن خالف الوظائق مهارا بسما نفسه اسم ذلك ليس علاقة رحدا ولكن في الملي في الله سبحانه و تعالى فلم يتعرفين نفسه فلم يتعرفيني هذا هو سوافة سوافة وهذا سوافة سوافة سوافة، فلا هو الجب位 وله فلم يتعرفين مصنع 100% حتى فى خصوص تفعل شغية لها و نجد عدد maximum و ساية لا أستمر المعامل واطتى في اليهة مستمر الشغي ون كما قالوا قالوا صحيح أصدقه معجبه لا نستمر المعامل وإستمر المعامل لأنه اكثر لمعامل المعامل صحيح عندما نستمر المعامل يجب ان تتوقف على العمل والمقارد بالنسبة للغاية فإن الله لا تغييره لأن الله أعرف أن الله تعرف ما يفعله. فإنه يفعل ذلك، فإنه يفعل ذلك، فإنه لا يفعل ذلك، فإنه لا يفعل ذلك. لذلك فإنه يفعل ذلك، فإنه يفعل ذلك وأنه يفعل ذلك، فإن الله يفعل ذلك، وإنه لا يفعل ذلك. Champions يتحدث عن هذه الإمكتش den الذي علس pamiętas الذي ع NATO و있는 الإمكتش الآن السياء ونتسره قال الله تقول أن الله تقوم بغيين كلهيف هذا يعني أنه أخبر اباً ما في فحصل الطعام فإن في فحصل الغزب ، اما آخر جعلون أخير لفحصل ، فقد اخبروا هذا سيقوم بل نفس أو أخبره فهولاً والصفاء الأن الغزب بالفعل هذا هو في الله والصفاء الأن بالفعل هذا يذيعون إنه قد تلون يستمر صوت بآله فك Half-Paff faith الله صلى على الله فهوهية فإنشاء و после الشخص والنفق و من السوسط ألعب أيضا ينفي وفي الشخص يتجاب التعليف و ومن المخبرج يتجاب مم المزيدة وصول مم المزيدة وحبت إنه ومم المزيدة هذا المراد من الحديث المعنى الأول أن الزيادة حقيقية ولكن للملك علم يعني أنه مثلا إذا أطاع يعني إذا قام بالأعمال التي تصل الرحم سيعيش مئة إن قطع الرحم مثلا سيعيش يعني إذا قام بالأشياء التي تمد في الأجل يعيش مئة إذا ما قام بها يعني يعيش مثلا ستين ولكن الملك يكون عنده أجل ولكنه لا يدر أي الأجل لا يستطيع أن يرجع فهو يعتمد الأقل وينتظر الزيادة إذا هذا في علم الملك أما في علم الله فهو يعلم مسبقا أي الأجلين سيكون إذا كان ستين أو مئة هو يعرفها يعني مسبقا في علم الله سبحانه عنده علم الكتاب فهناك يقرر يعني فهذا ثابت لا يزيد إذا الآية تتحدث عن علم الله الذي عند الله لا يستخدمون ساعة ولا يستاخرون ساعة ولا يستخدم والحاديث التي تتحدث في الزيادة هذا علم الملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إذا فعل كذا عاش كذا وإن لم يفعل وصل رحمه عاش كذا وإن لم يصل يكون كذا فهو لا يرجح إلا فيما بعد فهذا المعنى الأول المعنى الثاني ذهب بعض العلماء لأن الزيادة هنا ليست زيادة حقيقية يعني العمر هو العمر لا يزيد ولا ينقص يعني كما قالت الآية هو هو إذا لماذا هناك الأحاديث يعني هناك أحاديث تتحدث عن الزيادة كيف نفسر هذه الأحاديث نحن قلنا لا تعارض بين نصين صحيحين فكيف نفسر هذه الزيادة التي جاء قالوا إن الزيادة هنا ليس بمعنىها الحقيقي بل بمعنىها المجازي المراد بها البركة قالوا المراد بها تعيش عمرك الذي كتب لك تعيش أربعين تعيش أربعين ولكن الله يبارك لك في الأربعين فتعمل عمل من عاش ألفين عام يعني هذا يكون فيه البركة وهو التوفيق أن يوفقك الله سبحانه وتعالى على فعل الخير فعل الخير الاكثر من فعل الطاعات والبعد عن المنكرات فإنه يعني تقوم بأعمال مثلا ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فأنت إذا قمتها أنظر تزيد إلى عمرك كم؟ تزيد إلى عمرك كثير يعني تجد إنسان يعيش أربعين سنة ولكنه يعني يحصل على عطاء من عاش أربعمائة عام أو أربعة ألاف عام إذن هذا معنى الزيادة قالوا بمعنى البركة والله سبحانه وتعالى إذا بارك في القليل كثر وإذا بارك في الولد أصلح وإذا بارك في المال نمى وإذا بارك في الدار عمرت الدار وأنيرت بنور الله سبحانه وتعالى فالبركة إذا جاءت في القليل تكثره لأجل ذلك يبحثوا عن البركة في كل شيء يبحثوا عن البركة في كل شيء وهي مهمة جدا فمع البركة الله يجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا وغير المعمر يزيد له في عمره فقالوا المراد بذلك فعلينا أن نغتنم الفرص ونكثر من أعمال الخير حتى نعيشا عشرت ألاف سنة يعني أمات محمد أعماروها صلى الله عليه وسلم أعماروها قصيرة ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها بعد الأعمال التي تجعلوها تعيشوا كما يعيشوا قوم نوح كما عاشة آدم عليهم السلام هذا هو الله سبحانه وتعالى التوفيق هذا هو المهمة لكي تقوم بالقليل في عمره في عمره في عمره inci средان �آ يقول لكي تقوم shouting كل جبل تقوم نست HTML لكن في عمره إذن انظروا أنه يقول إن أهلاف ثاني لا تغيراً لا يزالك فالتصال ليس لديك الآن المحادثيين يتحدث عن بعض الأشياء يمكنك تغير التنفيذ المترجم يقولون أنه يكون في السنة هذا يعني يقولون أن الله تبنى تتعليم 40 سنة مع الله تتعليم والآخرين على المترجم من الأشياء أو 4 000 ans. Donc, ils ont dit que si Allah سبحانه وتعالى nous aide et si Allah سبحانه وتعالى nous aime dans un court délai on pourra avoir un rendement des gens qu'ils ont vécu des milliers d'années. Voilà maintenant la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur délai de vie est court par rapport aux anciens nos prédécesseurs. Mais malgré tout cela nous pouvons allonger notre délai de vie et ça en faisant en obéissant Allah سبحانه وتعالى c'est ce qu'il nous a ordonné de faire et aussi on s'éloigne de ce qu'il nous a interdit. Si on le fait Allah سبحانه وتعالى va bénir nos âges et avec le court délai de vie que nous avons nous allons avoir une réalisation de celui qui a vécu pendant des milliers d'années. Et ça ça nous donne une leçon donc il faut multiplier les bonnes actions. Il faut multiplier les bonnes actions. اللهم رفع البلاء ونزل الشفاء سبحانه ربك رب العزن عما يصفون السلام من عبد السليم والحمد لله رب العالمين